اشتركوا في القناة لم تشتغل معك أي لعبة أو شيء من القابل فهناك بعض المرات نجد بعض الأشخاص يعني يجب أن يقوموا بتحميل التعريفات الخاصة بالكارت شاشة لديهم ولو كانت داخلية ليس خارجية لتشغيل الألعاب هذا الأمر هو مهم جدا ويجب عليك تحميل كل التعريفات لكي لا تعاني من أي مشكلة سواء في خروج البرامج مثلا تقوم بالولوج إلى برنامج فوتوشوب أو إلى أي برنامج آخر مثلا قمت بالتعديل في الويندوز فقط يعني تجد أن الويندوز يعني يحمل بعد تشغيله حوالي 15 ثانية أو 8 من قابل يعني تجد بعض المشاكل وهذه المشاكل أيضا من التعريفات الخاصة بجهازك فعندما ستقوم بتحميل كل التعريفات لن تواجهك هذه المشاكل أولا سننتقل إلى موقع جوجل كما تشاهدون معي هنا سنقوم بكتابة اسم الجهاز الخاص بنا أين ستجد اسم الجهاز الخاص بك يعني بالتطقيق كل ما عليك فعله هو الضغط على إشارة لويندوز زائد حرف أغ هكذا وتكتب كلمة dxdej في هذا الخيار كما تشاهدون معي dxdej ومن ثم تضغط على أوك ومن ثم تظهر لك هذه الواجهة التي تعطيك كل المواصفات الخاصة بجهازك والساعة التي أنت فيها الآن وكل الأمور التي لديك في الجهاز كما تشاهدون هنا لدينا التاريخ واسم الجهاز كما تشاهدون هنا لدينا ويندوز سبعة professional 64 بايت كما تشاهدون هنا لدينا اللغة وتجد كل الأمور هنا ستذهب إلى system model في هذا الخيار system model على ما أعتقد الخيار السابع هنا system model ستجد الاسم الخاص بك هنا hp compact 6005 pro sffpc هذا هو الاسم الخاص بجهازي أنا لكن أنت جهازك ستجد يعني هنا مثلا كان لديك جهاز ديل توشيبا أو أي جهاز آخر ستجد مكان هنا وستجد الموضل في هذا المكان أو رقم هذه النسخة من جهازك ستقوم بنسخ هذا الاسم كما تشاهدون معي تقوم بكتابتي مباشرة هنا في هذا المكان وكيف ستقوم بنسخي بكل سهولة ستقوم بالضغط على save all information في هذا المكان هنا ستنتقل تقوم بحفظ هذا يعني هذه المعلومة تقوم بحفظها في أي مكان save سطح المكتب مثلا ستنتقل إلى سطح المكتب ستجدها هنا كما تشاهد معي سنقوم بالضغط عليه ضغطتين لاحظ معي هاي كل المعلومات لاحظوا معي system model نجد system model الاسم كامل ها هو كما تشاهدون وستجد كل المعلومات الأخرى مثل حجم الرام يعني كل الأمور التي يجب عليك معرفته حول جهازك ستجدها في هذه القائمة كما تشاهدون سنقوم بنسخ هذا الاسم وسننتقل لقبل كما تشاهدون معي سنقوم بكتابة هذا الاسم في جوجل كما تشاهدون post سنقوم بكتابة لاحظوا هنا تظلك كثير من الخيارات حول هذا الجهاز أنت ستقوم بكتابة الجهاز الخاص بك سنكتب قبل هذه الكلمة driver في هذا المكان ومن ثم سنقوم بالبحث هكذا نلغط على on من لوحة المفاتيح ومن ثم ستجد كثير من الخيارات لكي تقوم بتحميل التعريفات سنقوم بالذهب إلى أول خيار كما تشاهدون معي أول خيار ستنتقل إليه مباشرة وستجد فيه كل المعلومات وكل التعريفات التي ترغب في تحميلها وسوريك طريقة تحميلها مثلا كان لديك جهاز HP فهذه الشركة أيضا هي معروفة كما تشاهدون ها هو الجهاز الخاص بي من الخارج أنا كما تشاهدون ونفس الجهاز الذي ستكتب سيعطيك الجهاز بنفس الشكل هذا هو جهازك وهنا ستنتقل إلى هذه الخيارات كما تشاهدون معي أعزيك إرام هنا لدينا driver audio إن أردت تحميل driver يعني driverات الصوت أو تعريفات الصوت الخاصة بك ستقوم بالضغط هنا على هذا الخيار زائد هكذا ستضر لك هنا تعريفات الصوت الخاصة بهذا الجهاز ستقوم بتحميله من هنا download مثلا تعريفات الصوت تقوم بتحميله download من هنا تضغط على download في هذا الخيار لاحظ معي ها هو بدءا مع التحميل هنا كما تشاهدون معي حجم البرنامج حجم تعريف الصوت يعني كما تشاهدون ها هو الحجم ويظهر معك هنا كما تريد معي يحمل مثلا عزيزي الكلام سنتقل لتحميل اي تعريفات اخرى على سبيل المثال ان كانت تخصك عن تعريفات كارت غرافيك او كارت شاشة باللغة العربية فهنا ستقوم بالذهب الى درايفر غرافيك في هذا الخيار بالنسبة لهذه الشركة فبالنسبة للموقع الذي قمت بالولوج اليه انا وهو موقع شركة اش باي ممكن ان تجد هنا ديل مثلا لشركة ديل تجد نفس الشكل فقط ستجد الشركة مغيرة والشكل فيه تغيير طفيف على ما اظن كما تريدون هنا ستقوم بالذهب الى درايفر غرافيك في هذا المكان كما تريدون معي هنا ستبحث عن الكارت الشاشة الخاصة بك لكي تعرف الكارت الشاشة الخاصة بك ستقوم بالذهب الى سطح المكتب وبالضغط بالزر اليمين ومن ثم تضغط على سكرين ريزليشون في هذا الخيار وستنتقل الى complexity في هذا المكان اذا لم تجد هنا الكارت غرافيك الخاصة بك في هذا المكان او وجدت هنا حجم صغير مثلا 16 Помيجا بايت او 20 ميجا بايت فهنا ستعرف بأنك لم تحمل أو لم تتبت التعريفات الخاصة بالكارد غرافيك أو بالكارد الشاشة الخاصة بجهازك هذا هو مفهام تضغط على OK تقوم بغلق النفذة تنتقل هنا ستقوم بتحميل التعريفات التي ترغب فيها والتي هي حسب نوع الجهازك كما تريدون معي أنا لدي AMD في هذا المكان RTI في هذا الخيار هذه الكارد لدي أنا الآن ستقوم بتحميلها من هنا Download وهكذا قمت بتتبيتها من قبل أنا هنا سنقوم بتحميل مثلا تعريفات الكايبورد وتعريفات الماوس ستقوم بالضغط هنا على Download فهناك تعريفات غير ضرورية ولو لم تحملها فلن تواجهك أي مشاكل كما تشاهدون هنا يمكنك تحميل كل التعريفات هنا غالبا ما ستحتاج التعريفات الأولى هذه الأولى كما تشاهدون معي Driver Audio تعريفات الصوت وتعريفات كرت الشاشة وأيضا تعريفات الكايبورد والماوس هذه التعريفات هي التي ستحتاجهك عني كثيرا كما تشاهدون معي زاكرام قمنا بتحميل هذا التعريف هنا لدينا هذا الملف الصغير الخاص بمعلومات تعريفات كما قمنا بحفظه هنا سنقوم بالذهب إلى هذا التعريف نضغط عليه ضغطتين كما تشاهدون سنقوم بالضغط على Yes من هنا من هذه القائمة تضغط على Next وتوافق عن هذه الشرطة كاملة تقوم بالضغط على I-AXF في هذا الخيار ومن ثم Next وهنا تختار مكان حفظ هذا التعريف كما تشاهدون يمكنك أن تقوم بتغيير مكان حفظه إلى أي مكان تريده أو إلى أي ملف تقوم بإنشاءه بنفسك سنقوم باختيار مكان افتراضي و Next وأنا قمت بتحميله من قبل إذا ظهرت لي هذه النفذة أنت ستقوم بتحميله مباشرة أي تعريف جديد يعني أتكلم معكم على التعريفات الجديدة فمثلا أنا لم أقوم بتحميل هذا التعريف مسبقا ستظهر لي هذه النفذة يعني لم تظهر لي ستقوم بتتبيته مباشرة سأقوم بالضغط على Yes to all ومن ثم سيتبت معي على هذا الشكل أنت سيتبت معك مباشرة كما قلت هكذا وبعد ذا أن تقوم بتتبيت هذا التعريف الذي قمت بتحميله سواء كان التعريف ستقوم بأعدة تشغيل الجهاز الخاص بك ومن ثم سيفتح معك الجهاز من جديد وستكون قد قمت بتحميل هذه التعريفات التي تنقصك إضافة إلى معلومة بسيطة عندما ستقوم بتحميل تعريفات كرت الشاشة سيأخذ منك الجهاز الخاص بك عند تتبيت التعريفات بعد الوقت عندما ستقوم بأعدة تشغيله لأنه سيقوم بملأ بعض البيانات أو سيتحقق من الجهاز خاص بك وسيعرف لك الجهاز ومن ثم ستقوم بتشغيله ومباشرة عندما ستقوم بتتبيته مرة أخرى لن تظهر معك أي مشاكل ولا أي شيء فقط في المرة الأولى هذا كل ما في الأمر شكرا لكم على المتابعة أستاذكم الله في أمن الله إلى اللقاء أحبابي في الله شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة